أتوقع أن يكون معظم الاجتماع عن الرهائن الأحياء وهو واضح بالطبع لكنني هنا لأرفع صوت الرهائننا الموتى للأسف عمتي مايا جورين حصلنا على معلومات أنها لم تعد على قيد الحياة لكننا لن أقيم جنازة لأننا لا نملك الجثمان إنه ما زال في غزة نريد أن نعرف هل هناك أي اتفاق لتبادل الجثث لا وقت لدينا كل يوم يمر يموتون ببطء نحتاج لإخراجهم فورا مهما كانت ثمن